نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما ورد بشأن الدعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مصابقة الثلاثين ألف معلم مقابل مبالغ مالية رغم عدم توافر شروط المصابقة لديهم وقام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المصابقة وأشدد الجهاز المركزي على أن منظومة المنصابقات المركزية الخاصة بتعيين الثلاثين ألف معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية تحول دون تدخل العنصر البشري أو بإجراء أي تعديل في عملية الاختيار موضحا أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتقديم في هذه المصابقة وفقا للشروط المعلن عنها